السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وصباح الخير لكم جميع رح نعمل جولة على أهم المعلومات ورح نبدأ من حالة نصب جديدة على شركات التأمين الصحي عن طريق الرعاية الصحية ليس للمرة الأولى يتم القبض على أشخاص يقومون بالنصب على شركات التأمين الصحي عن طريق الادعاء بأن الشخص بحاجة إلى رعاية صحية أو عن طريق تقديم هذه الخدمة بشكل وهمي أو غير حقيقي وتحصيل الأموال من شركات التأمين الصحي في هذه الحالة تم إلقاء القبض على عائلة كاملة مشتركة في ذلك الأب والأب عمره 56 و 47 سنة والأب عمره 26 سنة قاموا بالنصب في 2022 حالة طبعا في منطقة فيوتسبوك وكيتسينغن قاموا بشراء العقارات والنصب بمبلغ يقدر بـ 4.7 مليون يورو على شركات التأمين الصحي الموضوع بيتم النصب على الشكل التالي البعض يقوم بتأسيل شركات للرعاية الصحية الأمبولانتا دينز يعني بيكون عادة هن اللي بيروحوا للبيوت لتقديم الرعاية الصحية الأشخاص مثلا الكبار بسن اللي بحاجة إلى الرعاية الصحية مو اللي يعايشين في دور يعني رعاية المسنين في هذه الحالة بيتفقوا أحين بكونوا أطباء كمان معهم يعني يعني بيشتغلوا بيكونوا عصابات كبيرة عادة بيتفقوا معهم مثلا الطبيب يعطي تقرير لشخص مثلا أنه هو بحاجة إلى الرعاية الصحية وبيتم توظيف شركة تابعة لهم كمان أنه يعملوا يتكفر بموضوع الرعاية الصحية لهالشخص ويروحوا لعنده بشكل دائم على البيت يعني ولكن عمليا هنه ما بيعملوا هيك وهذا الشخص ما بيكون بحاجة إلى الرعاية الصحية حسب المعايير الألمانية وبالتالي بتم تحصيل الأموال وكتابة الفواتير وتحويلها لشركات التأمين الصحي وهكذا يتم النصب على شركات التأمين الصحي في هذه الحالة تم إلقاء القبض عليهم ومحاكمتهم وليست المرة الأولى يعني التي تجري فيها عملية نصب بهذا الشكل في ألمانيا على شركات التأمين الصحي ننتقل الآن للموضوع التالي زوبعة كبيرة في أوروبا بعد تصريحات الرئيس الفرنسي إمانويل ماكو بعد زيارته للصين في تصريح له لصحيفة فرنسية قال بعض الأشياء التي الآن حدثت نوع من الانقسام أيضا في أوروبا وأيضا معلويات المتحدة الأمريكية الموضوع في جوهر كما نعلم أن الرئيس الفرنسي إمانويل ماكو ورئيسة المفوضية الأوروبية أوزولا فوندالاين توجهوا إلى الصين وبقي هناك لمدة ثلاثة أيام الآلام تحدث عن أنه تم استقبال الرئيس الفرنسي بحفاوة كبيرة بينما رئيسة المفوضية الأوروبية تم استقبالها بشكل عادي جدا طبعا هي كانت ألمانية وكانت وزير الدفاع الألمانية سابقا بعد عودة الرحلة إلى فرنسا الرئيس الفرنسي أدل بتصريح لصحيفة قال فيها أن أوروبا يجب أن لا تكون في جوهر الكلام أن أوروبا لا يجب أن تكون تابعة إلى الولايات المتحدة الأمريكية أو الصين ويمكن أن تكون قطب ثالث وبنفس الوقت أدل ببعض التصريحات حول موضوع تايوان أن أوروبا يجب أن لا تهتم تتدخل في أزمات في مناطق أخرى في العالم غير ليست لمصلحة أوروبا كما نعلم الصين ترغب بيضم تايوان إليها ورئيسة تايوان كانت في الأيام الماضية في رحلة الولايات المتحدة الأمريكية وبناء عليه ردت الصين بإجراء مناورات عسكرية واسعة لإغلاق مضيق تايوان ومحاصر تايوان بالكامل وردت الولايات المتحدة الأمريكية اليوم هي والفلبين أيضا بمناورات عسكرية ضخمة بمشاركة 15 ألف جندي أيضا للتدرب على استعادة جزر محتلة أو مناطق محتلة فالواضح أنه فيه يعني الموضوع كبير جدا يعني نعرف أنه هناك صراع يعني أيضا في هذه المنطقة حول جزيرة تايوان تصريحات الرئيس الفرنسي هذه فهمت يعني أنها تحدث شرخ في البيت الأوروبي وأيضا التحالف الأوروبي الأمريكي وحلف الناتو وبالتالي اليوم طبعا قصر الإليزي كمان يعني عم يحاول يدافع عن ويفسر تصريحات الرئيس الفرنسي بطريقة أخرى وأن فرنسا أيضا هي حليفة الولايات المتحدة الأمريكية وأيضا الصين هو يعني دولة منافسة وشريكة ومنافسة بنفس الوقت فالموضوع يعني كتير كبير طبعا العديد من السياسيين الألمان الآن أيضا رئيس سكرتير حزب الاف دي بي أيضا عضو كبير في حزب ال سي دي او أيضا العديد من الأحزاب أيضا حزب اليسار أيضا رئيس الكتلينيابي الحزب اليسار العديد من الأحزاب الألمانية أيضا والسياسيين الآن شجبوا تصريحات الرئيس الفرنسي أنه فيها شرخ للبيت الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية العلاقة معهم أيضا بشكل كبير ففرنسا تعتبر أيضا نفسها طبعا دولة عظمى يعني في أوروبا وهي أهم دولة يعني مع ألمانيا في الاتحاد الأوروبي وبالتالي ربما تبحث عن خط سالس أن لا تكون مثلا تابع للولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا وإنما أن يكون قطب سالس يعني موازي للصين والولايات المتحدة الأمريكية يعني هذا ما يفهم من التصريحات وعدم التبعية المطلقة للولايات المتحدة الأمريكية بينما كما نعلم يعني أيضا للولايات المتحدة الأمريكية يعني منذ الحرب العالمية الثانية يعني قامت هي بإنقاذ أوروبا من ألمانيا النازية وحمايتهم وقواعد العسكرية كلها موجودة هون في فترة أيضا الحرب الباردة ضد الاتحاد السوفيتي فالآن يعني الواضح أنه الوضع العالمي المتوتر يعني يعني يؤدي إلى العديد من التصريحات السياسية أو إعادة وضع الاستراتيجيات للدول ننتقل لنا الموضوع التالي الجيش الألماني على ما يبدو حسب تصريحات رئيس الجيش الألماني غير مستعد للقيام بمهامه ضمن حلف الناتو بشكل كامل على أوسع نطاق كما نعلم أنه تم اتخاذ قرار بإعادة بناء وهيكلة وتسليح الجيش الألماني ولكن هذا بحاجة إلى وقت وتم تخصيص على الأقل مبلغ 100 مليار يورو الآن لشراء الأسلحة وإعادة يعني تسليح الجيش الألماني بشكل جيد ومع ذلك فإنه الوعود يعني أو المهام المناطة بألمانيا ضمن حلف الناتو مثل الحماية مثلا الجناح الشرقي لحلف الناتو نعرف الطيران الألماني فوق البلطيق الدول البلطيق أيضا وشرقا يعني أيضا له مسؤوليات كبيرة يعني جيش الألماني وعلى ما يبدو أنه غير مستعد تماما للقيام بذلك وأن الوعود بتشكيل فرقة عسكرية كاملة حتى عام 2024 ربما لن تكون قادرة أن تكون جاهزة بشكل كامل مع كامل تسليحة حتى ذلك الوقت وتشكيل فرقة أخرى ثانية أيضا حتى عام 2024 ربما أيضا لن تنجح ألمانيا بهذا الوقت بالقيام بذلك علما أنه كمان علم المستشار الألماني أولاف شولز صرح قبل هذه المرة تصريح حام جدا وقال أن ألمانيا ستصبح أو رغبته يعني ذلك أن تصبح ألمانيا أكبر قوة عسكرية غير تقليدية أكبر جيش غير تقليدي يعني بتسلاح غير تقليدي في أوروبا طبعا غير تقليدي نقصد فيه أنه لا يملك سلاح نووي لأنه نعرف أنه فرنسا وبريطانيا تملك أسلحة نووية فالواضح أنه فيه صعوبات أيضا لإعادة بناء وهيكلة الجيش الألماني الأمر ليس بهذه السهولة وبهذه السرعة علما أنه تم كمان علم إسناد وزارة الدفاع إلى سيد بوغس بستوغيوس كان وزير الداخلية في مقاطعة نيدا زاكسن تم إسناد المهم له يعني وعلى ما يبدو يعني أنه لحد لأن يقوم بمهامه إلى حد ما بشكل جيد خبر هام جدا من ألمانيا وهو أننا نجحنا في توفير الغاز والكهرباء بشكل جيد الآن في فترة العام الماضي والشتاء الماضي وهذا يعود أيضا إلى طبعا الناس خاصة في البيوت في الحاوس هالت اللي قاموا بتوفير الغاز بشكل كبير حسب المواقع الآن لمقارنة أسعار وعقود الغاز فإن الناس استطاعت توفير الغاز العام الماضي في ألمانيا بنسبة 21% وتوفير الكهرباء بنسبة 12% وبذلك تكون ألمانيا قد نجحت في تحقيق أهدافها بحد إلى حد بعيد في فترة العام الماضي شفنا مع ارتفاع أسعار الغاز بشكل كبير طلبت الحكومة الألمانية مننا جميعا أنه نوفر الغاز بنسبة يعني أو الطاقة بشكل عام بنسبة 20% وعلى ما يبدو أن نجحنا بذلك ومر فترة الشتاء بدون أزمة طبعا ساعد أيضا الشتاء الغير قاسي هذا العام على ذلك ولكن بشكل عام نجحنا في ألمانيا في توفير الغاز عدم الدخول في أزمة الطاقة في أزمة غاز والمخازن أيضا لم تفرغ من الغاز وحتى وضع الآن جيد ومتلئ إلى حد بعيد حتى لفترة الشتاء القادم فالوضع جيد وبفضل كل الناس والتزامية إلى حد بعيد أيضا بتوفير الغاز والكهرباء في ألمانيا ننتقل الآن للموضوع التالي وهو الأضرار المحتملة التي قد تعرض لها البعض من جراء أخذه إحدى اللقاحات من الشركات الأربعة الرئيسية كما نعلم بايونتيك مودينا أستغازينيكا جونسون إن جونسون في فترة الجائحة العديد من الناس عبتعاني مثلا من أعراض معينة فالعديد من الناس عبترفع أيضا دعاوة الآن من المتوقع أن تصل الأمور أول مرة إلى المحكمة هناك الآن في ألمانيا مكتبين للمحاما كانسلين في دوسلدوف وفيس باتن قاموا بتجميع أيضا دعاوي الناس لتقديم هذه المحاكمة كمحاكمات جماعية بشكل جماعي يقوم بتقديم طلبات للمحاكم إحدى مكاتب المحاما 135 دعوة وأيضا مكتب آخر 50 دعوة وأول محاكمة المتوقع أن تبدأ في 28 أربعة في اللانكغيشت فرانكفورت أيضا المحكمة في فرانكفورت أتبدأ أول محاكمة طبعا بعض الناس كما نعلم الأدوية يعني قد تكون لها عراض جانبية بعض الناس عبيربط بعض الأعراض التي تعرض لها أو عبيعاني منها بعد أخذه لهذا اللقاح وهذا الموضوع قام برفع دعوة الآن وتجميع الدعوة لتقديمها إلى المحاكم لمطالبة طبعا بتعويضات من شركات اللقاحات الرئيسية حسب العقود الموقعة نعم هناك عقود موقعة مع الدولة تتكفل فيها الدولة بالأضرار الناجمة عن اللقاحات ولكن بنفس الوقت إذا كان هناك خطأ في التصنيع لشركات اللقاحات يعني مثلا في تركيب الأدوية أثناء عملية التصنيع يعني إذا كان في أي خطأ في هذه الحالة تتكفل أو تتكفل شركات التأمين الشركات اللقاحات هي بالأضرار التي قد تكون نجمت عن ذلك الصراع هو الآن أو الخلاف هو أنه هل المشكلة كانت في تركيب الأدوية أم في طريقة مثلا إعطاء اللقاح أيضا فهذا موضوع الآن ربما ستدخل فيه الخبراء وبالتالي من المتوقع أن تكون محاكمات طويلة للأمد يدخل فيها الخبراء بشكل رئيسي لتحديد إذا كانت فعلا أضرار معينة نجمت فعلا عن أخذ اللقاح بتاريخ معين بطريقة معينة بتركيبة خاطئة إثبات هذه الأشياء ومدى صحتها أو عدم صحتها ارطباط هذا الشيء باللقاح أم لا هو أمر صعب وبالتالي الخبراء هيلعبوا دور كبير يعني في هذا الموضوع وقد تكون الأمور طويلة للأمد ننتقل إلى الموضوع التالي ارتفاع استهلاك القهوة في ألمانيا واعتبارها المشروب الأول المحبوب في ألمانيا حتى فوق المياه المعدنية أو البيرة فالقهوة الآن عبزداد استهلاك الناس لألا في ألمانيا وصل استهلاك الآن بمعدل أربع فنجين قهوة يوميا للشخص في ألمانيا طبعا بالمتوسط يعني طبعا أكيد بعض الناس مثلا ما بتشرب أهوية ولكن بالمتوسط قياسا يعني عادة سكان ألمانيا حسب آخر الإحصائيات الآن لأيضاً اتحاد القهوة في ألمانيا علماً أنه ارتفع الآن من العام الماضي كان 3.8 يعني فنجان قهوة على الشخص قبلها كان 3.6 قبلها 3.5 ففي ارتفاع ملحوظ الآن في استهلاق القهوة في ألمانيا ناجم أيضاً عن أنه بعد فترة الجائحة كورونا والإغلاق عودت الناس إلى شرب القهوة بشكل كبير في الكافيات بعد ما عادوا إلى الافتتاح من ناحية من ناحية أخرى أيضاً أنه رغم ارتفاع سعر القهوة في ألمانيا وهذا الشيء عم نلاحظه ونحن إذا تلاحظتم في فترة الماضية ارتفعت سعر القهوة مثل كذلك عديد من الأشياء ولكن القهوة بشكل خاص ارتفع سعرها بشكل كبير ومع ذلك فإن استهلاك الناس للقهوة عبيزداد إذن على ما يبدو أنه هو مشروب محبوب لدى الناس نحن نكون عملنا جولة واسعة لهم المعلومات والتحيات لكم جميعاً والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكراً لكم